طب يا حضرات بقى عشان نخلص من القصة دي في قصة القصة دي تطلع اللجان الالكترونية بتاع السيسي عايزين يرواجوا بقى ان السيسي عامل انجاز حاجة يعني ما ما فيش انجاز حاصل دي اصلي تعمل ايه بقى تشتري الانجاز بالفلوس فدخلت لجان السيسي القذرة ميقذرة ليه؟ لانه بترواج للناس تفاهة فدخلت لجان السيسي القذرة ترواج لان السيسي حاجة عظيمة جدا فهم بيرواجوا اتعرضوا الفضيحة محترمة السامسونج قال لهم اشتغلوا على حاجة كده حلوة او يتطلع ان السيسي ده حاجة عظيمة عام سواء الدولي راحوا جابوا جورنال اجنابي اسمه دالي نيوز جورنال اجنابي بيصدر باللغة الانجليزية وبالعربي عنده نسخة بالعربي وقالوا دي الصحيفة الاجنبية البريطانية دي بتشيد بانجازات السيسي هاتت خبر لوحده علي لا لا سيبك من دي لا هاتت خبر لوحده دي نيوز لوحدها دي نيوز قالك دي جريدة بريطانية يا حضرات بتقول اهو يا صلاة النبي عليك يا علي يا صلاة النبي يا ولا يا صلاة النبي النبي تحمي وتحرص شوف بقى قالك بص يا عام جريدة بريطانية عبقرية لوزعية بتشتغل كل حاجة في الدنيا الجريدة دي يا حضرات بتقول ان السيسي حاجة عظيمة جدا وانه انقذ البلد الصغير وحطوا صورة السيسي بسندحته انما المشكلة انك بتعتبر نفسك انت الوحيد الزكي ودي غبية جدا وانت الوحيد اللي بتقرأ وغيرك ما بيتابعش هم الجماعة النشطاء والصحفيين تلقوا عليهم ايابة هايم دي اولا مش جريدة اجنبية وليس لها علاقة بريطانيا دي جريدة مصرية متسمية ديلي نيوز وبتكتب بالانجليزي ده مش اول فضيحة دي ممولة من مصر من نقاب الصحفيين طيب دي مش بس كده ده الكلام ده تكتب اصلا في 2018 قالك لما ديلي نيوزي البريطانية تقول ان السيسي هو بقى اللي كاتب بقى نقل مصر من دولة فقيرة تستورد لعب الاطفال من الصين الى دولة كبرى تصنع الطائرات والدبابات والبوارج الحربية والصواريخ وتسيطر على شرق البحر بكنوزه يبقى اللي مش عجبه يتفلق ويغبط راسه في ادخن عمود خرصانة وتحيا مصر ثلاث مرات راح جاه طلح حمار تاني قالت صحيفة ديلي نيوز السيسي بينقل مصر من دولة بتستورد لعب الاطفال الى دولة تصنع الطائرات تقول اعوذوا برب الفلق بهايم بقى بهايم يا رسول الله بهايم طلعت بهايم ونزلوا بهايم وقال لك السيسي نقل مصر راحهم طلعها راح طلع الراجل المحترد دقل لهم ليه دكتور متعلم وكبير في السن يعني رجله والقبر يجذب على متابعين الموضوع مش مستهل كل ده اولا ديلي نيوز هي جريدة مصرية مش بريطانية ثانيا الخبر تم نشره في ديسمبر سنة 18 وده كان اول معرض باسم ايديكس في مصر وده حتى العنوان بالانجليزي فارست ايديكس اهو راحهم طلعين بقى الفضيحة كبرت قال لك وفي حاجة اسمها ديلي نيوز بريطانية الفضيحة بقى كبرت مو ما عايزين تطلع ليسيش اي حاجة فلبسوها لان هم معتقدين انه بيكلموا شعب جهلة فيطلع بهيم حمار يقول لك بقى بص بقى قول اعوذو برب الفلق والحقيقة بقى انه ما كانتش دي الفضيحة الوحيدة خلال اليوم اللي فاتوا خد عندك فضيحة تانية للصحف المحلية في مصر اللي نشرت صورة مزيفة للسيسي اثناء حضور اجتماع عشاء مع بايدن بايدن لم الجماعة الافرقة وعمل مؤتمر بين امريكا وافريقيا وطبعا على هامش المؤتمر عمل لهم عشاء في العشاء كانت القعدة كده اهو قادي القعدة هي رؤساء افريقيا كلها في البيت الابيض قاعدين يتعشهم وقادي بايدن بيلقي كلمة وقادي الستاير وقادي الحاجات وقادي النصر الامريكي كل حاجة تمام السيسي قاعد فين بقى الساهم هو على رأسه اهو قاعد اهو قاعد وسط المعازيم ماشي قاعد وسط المجميع اوكي تعمل ايه بقى السورة المصرية تكسف تعمل حاجة زي كده هننشر صورة السيسي دي يا علي حطها يا علي توين هننشر السيسي كده وقاعد كده وسط الناس دي في ضيحة تب نعمل ايه راح اتمغيارة الصورة ونشرت صور مختلفة عشان تحاول تظهر السيسي قاعد في مكان كويس قاعد لوج قريب من بايدن فاستعانت بصور لاجتماعات تانية خد اهو السيسي يحضر مقدمة عشاء بالبيت الابيض للزعمة الافرق دي ما كانتش مقدمة عشاء راحوا محطين بقى الصورة للسيسي وعام المؤتمر هناك وبتاعه وقال لك وهو بص السيسي يحضر طبعا فين العشاء فين العشاء فين مقدمة عشاء للزعمة الافرقى في بيت الابيض فين مقدمة العشاء مفيش الوافد السيسي يحضر مقدمة العشاء بايدن على هامش القمة فين مقدمة العشاء مفيش هات بوسة من بوقك وبيقوله كل دلوقتي ما تجيب بوسة هادي بقى الصورة الحقيقية والصورة المزيفة المفابريكة للاجتماع نشوفهم كده مع بعض اهو دي الصورة الحقيقية السيسي قاعد فين هناك يا سيسي يا اللاس بو سيسي يطلع يا جماعة حد عايزه برة يا سيسي عربية تكلمية طبعا عشين الزيت يركن برة وقادي بقى المتفابريكة اللي جنبها دي حطوه على رسل الترابيز الأستاذ يشام قاسم سخر من فبراكة صور السيسي في أمريكا وربط المشهد ده بمشهد قديم قوي كان مبارك راح أمريكا مع الزعيم الفلسطيني غالبا نياسة عرفات ومع الرئيس الإسرائيلي وتفبرك صورة ان مبارك طلع قدام وكتب بوسة عليها نشوف كده يشام قاسم كتب اين في سنة مبارك أخيرة من السخرية من الجريدة ومع الوقت الموضوع عد واتنسى من يومين كان السيسي بيحضر عشا في البيت الأبيض ضم 49 رئيس وطبعا صور العشا كانت متاحة من كل كلات وحتى على النت لكن الإعلام بتاعنا وجد حرك شديد في أن الزعيم السيسي يقعد في وسط باخر رؤساء ومش جنب بايدن وعلى رأس الترابيزة والكل قرر يتصرف في موقف المحرك ده نصهم قرر يستخدم صور أرشفية للسيسي وما ياخدش مخاطرة بأنه ينشر الصورة حقيقة والنص التاني قرر يلعمل تعبيري وراحوا واخدين صورة من إفطار عمل للسيسي مع قيارات من حزب الجمهوري هو طبعا جالس على رأس الترابيزة وقاموا حطنا على الخبر العشاء الأخير في البيت الأبيض ولكن لم تنشر أي وسيلة إعلامية مصرية صور من العشاء نفسه ده غير طبعا توحيد المانشات المعتاد عموما الصورة التعبيرية بتاعت مبارك كانت شؤم عليه ولو قامت هوجة شعبية ضد السيسي يبقى عرفنا مين بوز النحس اللي جاب له الكافية أول صورة في المجموعة هي للسيسي وعليه سهب بيكشف مكانه وهي انفراد إعلامي لهذه الصفحة نشوف الانفراد اللي احنا خدناه من شوية هو صورة السيسي هو قاعد على رأسه سهل قاعد وسط المجميع وقاعد يعني في وسط الناس هات الصورة يا علي طب انت علقت على دي هات الصورة هات الصورة اللي هي وسط الناس أهي وسط جوة يا سيسي في حد عايزك بره هات كده وبعدين دي الصورة التعبيرية بقى اللي هو قاعد مع بتوع الحزب الجمهوري وهو قاعد يتكلم معهم حاطينه على سطرابيز المشكلة ان اللجان والصحف دي كلها كل اللي بتعمله بتروح على فاشوش لما بتلاقي فيديو أو فيديوهات يعني تفضح الدانية فيديو انتشر يولع السوشال ميديا وانتشر فعلا للسيسي وهو تايح مع نفسه في لقطة ختام اللقطة الأخيرة القمة الأفريقية الأمريكية نشوف كده لقى نفسه مش واقف جنبي مين استنى بس عشان ايه نسيبك من العاجل يا علي خلينا في الشغل يا علي نجي نشتغل يا علي أولا السيسي الوقفة دي دربته في معتل ليه بقى لأنه مفروض ان مصر أكبر دولة أفريقية وأعظم دولة أفريقية وحاجات بقى كتير قوي قف على التفضيل فمفروض يكون مكانه فين جنب بايدن الداعي لهذا المؤتمر فجأة السيسي لأهم وقفينه آخر واحد في الحفلة فيعمليه اطامس أول ما خلص الصور رخط بعضه ومشي بصوا بقى العبها تالي كده والله ما هالعبها معلش يصنع عايز عم ببيبي بصوا الناس وقفة بتتصور لسه الناس لسه بتتصور خل يا يا جماعة كان فيه وحد واحد مننا هنا هون الناس لسه وقفة تتصور وهو لقى نفسه هناك كده هون طيب معلش أن انا أم عايزاني برا ورخب بعضه وطلق بالشكل اللي انت شايفه ده أولا وجوده في الحتة دي إهانة المصر إنه أفروض يكون جنب بايدن على طول بصوا فين بقى يا دولي حقوله كرسي جنب آخر واحد أهو ورح خب بعضه الناس وقفة لسه وبيدن وقف بياخد الصورة وبتاع وده خب بعضه كده هون أنا محدش قال لي إنه كده أنا محدش عاملني كده قبل كده يا دي مقام السيسي اللي طالعين بين لجان السماء ويقول لك الرجل اللي رفع رأسنا مصر بقت حاجة عظيمة تفرق اللي بعده مصر بقت حاجة عظيمة